سيما ختم كنت يتكلم على النزاع الآن الذي تعرفه المنطقة وهل هناك تدعيات على الاستيراد الوطني من مجموعة من المواد ولا سمحتوا لي سنحاول نلخص الأسئلة كلها التي اطرحتها حول هذا الموضوع لكي نجوب عليها دفعتين وحيدة ولن لابد أن أكدوا بأن النزاع الذي تعرفه المنطقة أولا كانت السفارة دي المملكة المغربية عملت واحدة توصية أقول توصية لجميع الطلبة باش من الأحسن أنهم يعني يغادروا وكان وضعت جوج دي الأرقام دي الهواتف واحد هنا على الصعيد الوطني رقم أخضر واحد يعني دولي للتجاوب مع الأسئلة التي يمكن أن أن تطرح يوم 13 فبراير 2022 تم إحداث واحد الخالية دي اليقظة لتتبعي هذا الموضوع يوم 14 قلت مركز النداء أحدث وانطلق عمله يوم 14 فبراير إلى غاية صباح اليوم تلقى هذا المركز حوالي 795 مكالمة وتجوب معها وقدم كل معطيات بخصوصها مجموعة من الطلبة غادروا إما عن طريق الناقلين الوطنيين الذين نظاموا رحلات خاصة لفائدة هؤلاء الطلبة أو غادروا عبر مطارات أخرى وتمكنوا من مغادرة المنطقة اليوم ديبلوماسيين المغاربة يمارسون عملهم ويتابعون الوضع عددهم تقريبا السجامة البورفيسي طرح السؤال عددهم 28 تقريبا ديبلوماسي فالأوضاع الآن يعني تحد ما عرف فين غادية لكن السفارة والطاقم الدبلوماسي المغربي يشتغل ويتابع الوضع ويستقبل الاتصالات ويوجه الطلبة وكل المواطنين المغربة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية وهل يمكن أن يكون تأثير حول الاقتصاد الوطني تأثير على مستوى الأسعار كين غادي يكون والدليل هو أنه شفنا اليوم في الصباح كيف ارتفع سعر النفط بشكل يعني ملحوظ لكن بخصوص الوضعية والتموين السوق الوطني والاحتياجات دينا الحمد لله ما كان تشي تأثير ربما سوف نؤدي الفاتورة نوعا ما مرتفعة لأن الأسعار سترتفع وهذا أكيد لكن الحمد لله المجهود اللي قمت به بلادنا خاصة في شهر يناير وفي شهر فبراير على مستوى استيراد كميات مهمة من القمحي الليين واللي سيد الوزير المكلف الميزانية الأسبوع الماضي فادت وعطى رقم ديال الفارق الذي تؤديه الدولة الذي تؤديه الحكومة في الجمارك تقريبا في يناير المعدل كان هو واحد ستمائة مليون درهم واحد ستين مليار بالنسبة للقمح الليين لكن في يناير وصل لواحد سبعمائة وربعة وسبعين مليون ديال الدرهم هذا شي يمكن أن المخزول الوطني من القمح الليين وأيضا من الصلب أنه يتعزز فلا خوف أقول لا خوف على المخزول الوطني لكن أكيد أن هناك تدعيات عن مستوى الأسعار والحكومة تتحمل هذا الفرق بخصوص القمح الليين اللي هو فرق كبير وتتحمل أيضا وتتابع أيضا الوضع بخصوص المواد الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر